اهلا بكم في حالة جديدة من بودكاستكم المفضل ايه العلاقة النهاردة هنتكلم على انتميسي او بالعربي الحميمة وديه طوبيك مش سهل قوي نحن نتكلم فيها ومفيش حد بيكلم فيها كتير فسبناها للأبسود السابق عشان كون احنا سخننا ومفقود تكونوا سخنتم معنا ونعرف نلاقي الكلام عشان نعرف نتكلم في الطوبيك اللي ممكن تكون شائكة شوية بالذات بالنسبة للثقافتها في الوطن العربي عايزين نتكلم النهاردة على الحميمة في العلاقة وايه هي يمكن الحاجات المتعرفة عليها في ثقافتنا ايه الحاجات الممكن ان هي تساعدنا في علاقتنا الزوجية او غيرها اقول حاجة تانية ان منت ذاكرة الموضوع ده بما ان الموضوع ده قريب جدا من شغلها فبالتالي هنتكلم احنا الاثنين بس هيكون فيه جزء اكبر منت يمكن بتدينا نقاط معينة وحاجات بحكم خبرتها انها درست الموضوع ده ممكن اكون انا عندي خبرة من الممارسة بس هي عندها خبرة من المذاكرة بتهيق لي حاجة من الحاجات اللي لاحستها عمتا واللي خلاني حتى ادرس الموضوع ده وبعد كده بعديه اخلي الكرير بتاعي ان انا لاحظت ان بالزات في العالم العربي there is very few places to go for help يعني beyond دكتور النسا there is really not much help at all يمكن ابتدى مؤخرا في اخر كام سنة يكون فيه يعني وعي اكتر من ناحية الـ sexual education بشكل عام ان الناس تبقى فهمة جسمها بيشتغل ازاي وكل الكلام ده وبتهالي ان mother being led by noor imam has done so much work ان هي تخلى محتوى يكون موجود بالعربي مفهوم ببساطة لكل الناس ان هم اتشلي يفهموا ايه العادي اللي مش عادي من ناحية صحتهم الجنسية بشكل عام I think فيه progress that's happening من ناحية الـ sexual education بس definitely من ناحية الـ pleasure او الاستمتاع نفسه بالعلاقة الجنسية او العلاقة الحميمة there isn't much here where there is very little help يعني ناس كتيرة اوي including myself كنت بادور على support او ناس اقدر اسألها اسئلة وما كنتش لايه ده خالص في العالم بتاعنا كموجود بس في الغرب وساعات الموضوع بيكون complex شوية انه عادتنا وتقالتنا مختلفة خالص الـ sexual development بتاعنا والـ sexual knowledge بتاعنا which is which affects الـ sexual development بتاعنا مش مفهوم خالص خالص بالناس في الغرب this is something that i've really worked on يعني bridging ان انا اتعلم somatic sexology برا العالم العربي برا الميدل است بس دان احاول kind of اعربو او امني bridge ما بين يعني ان ااخد الدراسة من هنا بس امني bridge بحيث ان هو يكون suitable لـ this side of the world اكتر يعني وليه اختراتك في الشغل كلها تقلبية كده عمتا يعني هذا اللي خالي قاله لي بالضبط لما قلت له انا قررت ان انا مش هشتغل poll anymore كده قلت له انا قررت ان انا هشتغل somatic sexologist وهذاكر somatic sexology مسك تليفونه وقعد يقلب فيه كده فمبسله بيقول لي انا سمعك انا سمعك انا بس بحاول قاله نفسي في التليفون بأي حاجة هو انت يا منت بتعفيش تشتغل يا شغلان عاد لكده امدا بس ما عرفش I don't think I do it يعني consciously يمكن بعمل ده unconsciously بس ميني علشان بحس انه يعني it comes usually comes from a gap in the market انا بكون محتاجاها فده انا عايزي تبجز كمواطن مصري او عربي او كلام من ده يعني مش محتاجة اكون expert اشانا بعرف ان دي حاجة فعلا محتاجينها سواء رجالة او ستات وفي نفس الوقت ما فيش اي نوع من sex education موجود في في المطلق يعني انت كلا انت على نور امام ممكن ده يكون مثل من امثلة قليلة جدا موجودة وحتى برضي يكون محتوى بالعربي قدر ان هو يوصل للناس بشكل كبير بشكل مبسط عاوز بس اقول حاجتين في الاول اول حاجة ان الحميم او الحميمة ممكن تكون العلاقة الجنسية ما بين اتنين جزء منها لكن ممكن تكون حاجة ابسط من كده زي ان اتنين يمسكوا ايد بعض اتنين يبصوا في عين بعض ان اتنين يدوا لبعض المساحة ان التاني يتكلم عن مشاعره او ان هو يقدر ان هو يقول حاجات صعبة من غير ما التاني يحكم عليه ان يكون فيه موادة في العلاقة فيه حاجة اسمها love languages وكلام من ده ففيه برضو حاجة اسمها sex languages اكيد انت هتكلم عن موضوع ده كتير بس ممكن اقدر اقول برضو يعني في وسط الاثنين دول اكيد فيه حاجة اسمها intimacy languages يعني كل حد فينا مختلف شوية فبالتالي موضوع ده بيفرق فأصد ان كل حد مختلف عن التاني بس كل وقت ليه حاجة واكيد هنتكلم عن موضوع ده برضو ففكرة ان هو مشارط الحاجة اللي تنفع تشتغل معي النهاردة تشتغل معي كمان سنة مش معنى ان انا اكيد ان اتغيرت بس ممكن اكون بمر بمراحل مختلفة في حياتي كلام من ده فافتكر المشكلة الاساسية هي ان احنا معندناش اللغة ومعندناش الثقافة ان احنا نتكلم في المواضيع دي ان هي يعني مواضيع حواليها حياء كتير حواليها خوف كتير حواليها حقول بالانجليزي الشيم لكن الترجمة للشيم هي العار العار عندنا في اللغة عندنا حاجة كبيرة جدا يعني لو لوحد عمل حاجة زي كده فالموضوع يعني حاجة كارثية شيم برضو في الانجليزي كلمة تقيلة ولكن سوكي يعني ممكن ان هي اتعدي اعتقد الحاجات دي كلها مش بتسهل ان الناس تتكلم في الموضوع وانا طبعا كاب عنده بنت عندها تسعة سنين هتتم عشرة لازم اكون ملاحظ وعارف ان اي طفل في الدنيا هيكون عندنا اسئلة هيكون عندنا فضول هيكون عندنا حاجات عايزين نعرفها والافضل ان الاهل هم اللي ياخدوا الدور القيادي في ان هم يشرحوا الحاجة ويبسطوها ويحطوها في مكانها عن ان الطفل نفسه حيروح يعرف الكلام ده من الانترنت حيروح الكلام ده من صحابه اللي هم اصلا برضو عندهم تسعة عشر سنين مش عارفين اي حاجة حتى ان انا بنتي مثلا ما عندهاش تليفون ما عندهاش اكسس للحاجات دي ولكن حتى لو نتكلم على الكبار فمعظم الناس بتاخد المعلومات بتاعتهم عن الحميمة او عن الجنس او عن اي حاجة في الصندوق ده بجزء كبير جدا في الموضوع ده بيجي من البورن اندستري اللي كلها مبنية اصلا من فوق لتحت بغرض تاني خالص هي غرض ان يخلي الشخص ادكتد غرض انه يخلي الشخص عنده احساس بالنقص او احساس بالانسيكوريتي فيرجع تاني يقعد يتفرج ويدخل برضو تاني في الادكتف باترنز وطبعا الامجز اللي احنا بنشوفها عامتا مش رياليستيك وكمان مش صحية فبالتالي لما بيكون فيه فراخ كبير جدا من الناولج عن الحاجات دي واخدها كلها او جزء كبير منها من حتة زي كده ده بيقدي الى توقعات غريبة جدا من بين اتنين فبالتالي يعني بتعمل مشاكل واكيد انت شفتي الكلام ده كتير في شغلك وفي الناس اللي انت كلمتي معاها والريسورت اللي انت عملتيه والدراسة وكلام هنمسك يعني المين بوينتز عشان نقدر نفيد الناس اوي 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 هنمسك المين بوينتز اللي بتهالي بتكون فندمنتل وبتساعد اوي الواحد ان هو يكون عنده فهنمسك كزا نقطة that is super vital to understand that helps people understand اصلا how does pleasure work in the body how does pleasure work in a relationship how does pleasure work between two people وبما ان البودكاست بتاعنا على relationships فاحنا هنركز على ال sexual experiences او الpleasure points when it has to do with two people مع بعض مبدئيا انا عايز اقول حاجة هو ما فيش حاجة اسمها sex drive كلمة sex drive is not correct it's an incorrect word والسبب ان هو incorrect انه drive has to mean that there is something that is pressing me ان انا اعمل حاجة something really urgent that my body needs this is not the case when it comes to sex يعني food is a drive لو ما كالتش هموت لو ما كالتش جسمي هيبتدي يتسانتغرات sleep is a drive if i don't sleep i will literally be unwell the chemicals of my body will change if i don't sleep بس when it comes to sex you could spend a whole life without having sex and you'll be okay يعني medically speaking medically speaking يعني your cells will not disintegrate you know you can survive it'll be more tense anyway yeah but you'll survive يعني your cells themselves will not change for therefore عايزة اعلم كل حد بيسمعنا النهاردة use the word desire يعني sexual desire بدل sex drive it's a better word to use and it's actually correct هل هي يعني متهدي انها اعرب الرغبة الجنسية لا اقصد ان هي انا فهم ان food is a necessity وكلام من ده بس اتعاملة زي الابتايت بالزبط انا مثلا ما اكون مدائي ما باكلش في نفس العكس او ممكن اكون في مرحلة مثلا مدائي اي مش عارفه فاكلي اقل فبتائق كلام من ده بس اقصد ان اقوله ان الابتايت بتروح وبتيجي بالزبط ولو هتكلم بقى على sexual desire in general في حاجة اولا لازم نكون احنا عارفينها ومتصلحين معاها الشخص اللي بيكون سهل قوي بالنسباله ان هو to get turned on ده عادة بيفضل كده بقية حياته والشخص اللي بيكون صعب بالنسباله to get turned on وبياخد فترة اطول ان هو to get turned on بيفضل كده بقية حياته ونفس الحاجة في turn off يعني لو في شخص لو اي حاجة حصلت سمع صوت شم ريحة معينة ري مثلا دخل ري مثلا دخل ده بي get turned off بسهولة هيفضل كده بقية حياته ولو في شخص بي get turned off بصعوبة برضو هيفضل كده لبقية حياته generally speaking الناس لازم تفهم انه sexual temperament بتاعتهم لصاصة دي دي اختلافات مش ان في حد عنده ناقص في حاجة او كلام من ده صح؟ مش مشكلة انا عارب بس احب واضح الحاجات دي عشان الناس كلها تبقى خالص it's not a problem خالص هو المهم ان الواحد تكون عارف نفسه وعلى فكرة you don't even need to be sexually active to know that this is you يعني الشخص عمتا بيكون عارف ايه الافكار اللي بتيجي في مخه من وهو صغير غاية لما بيكبر فحتى you don't need to be sexually active to know that sex is important for you or that it isn't تبقى سريك اسئلة بسيطة قوي حتى لو انا عرف اجابتها بس ثانية عشان اعرف ازاي طيب ان انا وحد get turned on easily او لا او كده طلب انت بتقولي ان الموضوع بيتغير ممكن ان نهارده بحاجة بكرة حاجة معرفش ايه على حسب بس لا تسيبريت الاثنين يعني تعالى ننسى ان الموضوع بيتغير موضوع بيتغير ده هنتكلم فيه في النقطة اللي جاية تعالى نتكلم بس على home base على foundation عمتا اوكي generally speaking how do you know the sexual temperament بتاعك فين خلينا خلينا نقول كده because مثلا a really high sexual temperament is someone who gets turned on بسهولة and gets turned off بصعوبة a medium high sexual temperament is chad who gets مسلا turned on بسهولة but also maybe gets turned off بسهولة فاكني مسلا بدوس على بنزين بتاع العربية وفرامل بنزين وفرامل في نفس الوقت اوكي الشخص اللو gets turned on بسهولة و turned off بصعوبة ده يعني that's the high sexual temperament that you can have ده لازم يهاجر مسؤولا والله بقى كل واحد بقى ومعرفته يعني أو يتجوز بدري بقى ومعرفش يعني بس basically بتكون انت عارف sexual temperament ايه مسلا indicators لده مبدئيا انا عايزة اقول في علمة عاملة studies وحطة free resources على الويبسايت بتاحها اسمها Emily Nagowski كتبت كتاب اسمه Commas You Are and it's a book about the science of female pleasure بس she has quizzes على الويبسايت بتاحها that you can just fill out and it tells you where you're at تاني حاجة is just you have a sense of yourself يعني يمكن الناس ما تتكلمش في الموضوع ده بس الناس بتكون عارفة اذا عمري ما بفكر في سكس خالص اذا it's on my mind and it's like I feel like it's an issue or it's حاجة that I'm considering او اذا every time I see like someone who looks nice I'm fantasizing فهم it looks like different things to different people but I think you know generally speaking لو سألت حد من أول their teenage years to like their adulthood rank how important the idea of sex and desire is for you they would probably have a gauge at where that's at فهمني لو حدت ولد عنده sexual temperament عالية عادة هيفضل كده لو حدت ولد عنده sexual temperament أوط يعني مثلا it takes them a really long time to get turned on and بردو they're very easily turned off it will also stay that way for the rest of their life هل دي مشكلة لا مش مشكلة both are okay but what's important is for me to know how I work okay so فيه responsibility في علاقة ما بين اتنين ان كل واحد يكون عارف أو seek help ان هو يعرف ايه هي هم نسميها ايه بقى sexual ايه مش drive temperament sexual temperament بتاعته ويبقى داخل ده اللي بقول الحاجة اللي هو ideal يعني انه يبقى داخل العلاقة عارف ده ويقدر يكومينيكايت ده ويقدر حتى ممكن انه هو يعني لو الشخص اللي قدامه مش عارف ده يقدر انه هو يفاصيل انه هما الاتنين يبقوا عارفين في الموضوع ده ويتكلموا ويتكلموا فيه هو الـ Spontaneous Desire لأفلام طبعا أفلام مزيكة كل الميديا عمتا بشكل عام بتحسس الواحد أنه ممكن يكون طبيعي بس لو هو قاعد كده وبعد كده الستدن يقال Desire بس مش هي دي الحقيقة احنا عندنا نوعين من الناس Spontaneous Desire تعال نبتدي بها بما أنها السهلة المعروفة Spontaneous Desire معناه أنه حد ممكن يكون قاعد مثلا وبعد كده يبتدي daydream ويفكر في sexual desiring thoughts أو ممكن مثلا يبقى مثلا قاعد وبعد كده مثلا يلاقي their partner walking in مثلا لفها فوتا حوالين نفسها مثلا طالعوا من الشاور أو حاجة وبعد كده يقول oh wow yes me want sex now فاهمني فإنه حاجات صغيرة أو يمكن حتى مثلا يأكل أكل عجبه that's very pleasurable بالنسباله وإمidiately like they think sexual thoughts now الشخص الresponsive بيتعمل ازاي الشخص الresponsive مثلا ممكن يكون قاعد وبعد كده مثلا يخرج مثلا dinner لذيذ وبعد كده يرجع بيت وبعد كده their partner مثلا holds their hand in a certain way they like أو مثلا starts stroking their arm in a way they like and then starts holding them and then starts kissing them and then the person's like oh this kissing is nice I'd like to get more kissing and then بعدها they start kissing them more and then they go ah okay now why not keep going فهمني ربنا معاهم لا لو الاثنين responsive it means ان هما الاثنين لازم يحطوا effort ان هما يهيأوا ممكن حتى يوم او ويكند على بعضه to get both of them started فهم قصدي بس الفكرة هي بتاعت responsive دي عشان بشوفها في قبلز كتير قوي وبسرعة قوي انه ممكن يتاخد انه partner واحد responsive انه partner ده doesn't feel attracted للشخص التاني انه partner doesn't want الشخص التاني دايما بيحس بيخلي الشخص اللي هو دايما بيينيشيات الsexual act يحس انه هو he's always initiating and the partner is never initiating فده معناه ان الpartner تاني doesn't think highly of them like the other does فهمني فدي ممكن actually to create مشاكل كتيرة اوي 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 في العلاقات وممكن تدايق الواسطة والpartner يكون عارف listen my friend your partner is never going to initiate وده مالوش اي علاقة بhow much they desire you sexually خالص it's just the way they operate and it's cool ممكن ممكن اقول ان ال spontaneous desire ان حد يعني بيبعنده تلقائية اكتر في ال desire وحد اللي هو responsive انه هو بيستجيب لشخص تاني انا قلنا ان فيه تحديات انه مثلا لو فيه اتنين في علاقة والاثنين عندهم الموضوع انه لازم يستجيب لحد تاني فلازم يحطوا مجود اكتر ان هما يخلقوا المود يعني ان هما يبعوزين الاثنين ان هما يعملوا ده لانه الشخص اللي هو عنده responsive desire مش شرط انه عادة بيكون شخص بيرسبون للإنيشياشن بتاع الpartner بتاعه بس ممكن برضو مفكر فيها انه محتاج انه يروح مكان رومانسي ومحتاج مثلا انه يكون يوم مريح باله خالص من العيال او من الشغل يعني عايزك تفكر في موضوع ال desire ده زي سخن الميا ساعات بتكون مثلا في مكان وتقوم فتح الميا السخنة وتنزل السخنة على طول وفيه ساعات سخن بتفتح الميا وبتستنى كده ايه خمس دقائق عبالة ما ميا تسخن صح السخن ده شغال وده شغال هما الاتنين شغالين تمام ما فيش اي مشكلة بس الشخص اللي هو عنده responsive desire ده زي الشخص اللي انت بتفتح الميا وتستنى كده خمس دقائق تتماشى في الحمام حقبال لما ميا تسخن فهم قصدي فريدي في حد مثلا ما دفعش فطورة الكهرباء هومر بس يعني موضوع مثلا يعني مهما بقى شخص كان بقى راجل او ست يعني الحاجة الاولانية هي انه ممكن تكون حاجة حصلت اثرت في التمperament بتاع الشخص او غيرت او اثرت في الresponsiveness بتاع الdesire بتاع الشخص and i'll give examples later الoption التاني هو انه السكس تكون مختلفة انه this person is being started up بطريقة or initiation is in a way that is not يعني is not a nice way ليهما هما هل increasing other forms of intimacy الحميمة الحاجات التانية انا كلمت عليها كلها هل ده ممكن يؤدي لأكتر لتواجد not necessarily maybe yes maybe no يعني الحاجة الوحيدة اللي هقولها هي انه لو اتنين علاقتهم مش كويسة يعني they won't desire each other sexually لو حد مش طايق حد وقرفان منه ومش عايز يكون حواليه he won't desire him in that way بس مش necessary انه increase of intimacy عمتا in the whole relationship لناس الميستري is excitement لناس تانية knowing everything about the person is what turns them on بس for other people مثلا لو عرفوا كل حاجة على الشخص التاني ممكن ممكن حد يجي يقول بس منت انا temperament بتاعي عمتا كذا بس شمع انا دلوقتي it's not في حاجتين ممكن تأثر على temperament بتاع الشخص لفترة معينة ممكن تأثر على اسلوب desire لو هو spontanious or responsive again لفترة معينة الحاجات هي the following واحد علاقة جديدة فأم very excited about this person oh my god I'm so excited there's someone new I can't do anything but think about them all day and night ده ممكن يخلي temperament بتاعي temporarily لمدة معينة تكون أعلى من what it usually is وفي الحالة التانية ممكن أنا أكون responsive بس في علاقة جديدة والفترة معينة أكون spontaneous عشان there's this freshness and excitement of a new relationship فاهمني فبيكون الواحد بيدور أكتر على المتعة مع الشخص ده في كل حاجة including المتعة الجنسية now الحاجة التانية هو العكس ممكن إن أنا أكون temperament بتاعي عمتا عالي ويتأثر لفترة وما يكونش عندي أي desire خالص ده ممكن يكون أي تغيير في environment بتاعي أو أي تغيير في internal emotional state بتاعي فلو في حاجة حوالي مثلا let's say مثلا حد من أهلي عي وعيا في البيت وأنا لازم أخد بالي منه لو مثلا حاجة زي دي حصلت بالزبط لو حاجة زي دي حصلت ممكن تخليني لو لا يعني 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 نفس فهم قصدي أو ممكن مثلا يكون مثلا إن حصلت لنا إحنا إن إحنا القوضة بتاعتنا كان فيها مشكلة فاضطرينا إن إحنا ننام في living room لمدة شهر فما فيش privacy for example فده كان تغيير في environment بتاعنا حاجة تانية ممكن تكون internal environment هو الحالة النفسية للشخص لو أنا حالتي النفسية مش كويسة من أي حاجة بقى ممكن أكون حالتي النفسية مش تمام ممكن أكون مثلا حاجة حصلت لصحتي في حالتي نفسية مش تمام عش حاجة حصلت لصحتي I'm recovering I'm healing ففي الحالتين دول ممكن الشخص الهو responsive يعني يتحول أنه يكون spontaneous أو spontaneous يتحول ويكون responsive بس دي عادة بيكون مدة معينة والناس هتقول لي طب what's too long what's too short depends على condition والله لو حد عنده عاية معاية المدة خمس سنين then this is the period of time حد عنده عاية recovering from شهرين ثلاثة this is the period of time it العكس فأنا ممكن أقول أن العكس هو أن الاثنين مش بقى في علاقة جديدة بس الاثنين في علاقة بقى لها 10-20 سنة حاجة من الحاجات التي تحدث للناس هي تكون في علاقة طويلة قوية هي الأطفال فما أقدرش أن أنا أقول أن ممكن العلاقة دي لو كان هما الاثنين غير أطفال يفضل التمperiment بتاعته عالية زي ما هي فاهم قصدي it really depends لازم تبصل على ناصر كلها من ناحية الاناتمي بتاعت الرغبة نفسها إيه اللي بيحصل لما بيكون في أطفال اللي بتخلي القصة دي مبدئيا أنه بيكون في مسؤولية قدشي عمر أنت يبري لي إلى جيد يعني بما أن نحن عندهم أطفال ونسانية عندهم شي أطفال I'm gonna give a really nice clue هنا that will answer the questions of all people regardless هم حالتهم العائلة عملة زي لو أنت مع حد وعلا كتكو كويسة مع الشخص دا and you feel أن you would like to have more desire than you have right now the first thing to look at مش turn on مش المجلات اللي تقول like 26 positions مش عارف ايه three toys that will change your sex life اط مش عارف مين فين لا لانجري جديد بتاع لا دايما منحس نحن محتاجين نحن نزود غاز في 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 turn لا خالص بالعكس what I urge you to do look at what turns you off this is gonna give you the clue what is it that turns you off راجعة من الشغل عرفانة وتعبانة ومش قادرة that's your turn off بجد بعد لما العيال بينام بكون خلاص مش قادرة اعمل اي حاجة تانية اوكي العيال بياخد مجهود لما الشخص اللي قدامي بيعمل كذا 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 اوكي that's also your turn off يعني it's so much easier ان الواحد يعني عايز اول clue عايز اول حاجة ممكن تغير او تترانسفورم the sex life between two people او تحركها especially look at the turn off related to that اوكي خلت تقول اوكي turn off هو ان اي حد من الكابل مجهد جدا تعبين مش عارفين كده فقال اوكي حل تاني ان احنا هنعمل الوقت مثلا الموضوع ده في الويك اند هنخفف شغل ايا كان بس هنا دخل جزئية planning شوي اوكي الموضوع ما بقيش اللي هو فجأة احنا الاثنين في القوضة وفجأة مش عارف ايه او تعال يلا كزا مش عارف الموضوع بقى قلنا طيب عشان نحل موضوع ان احنا مجهدين طول الوقت او ان احنا بتاع لازم نخلق وقت فعلا فقلنا خلاص بقى يوم مثلا الجمعة مثلا الايال هتروح لجدتهم مثلا واحنا مش عارف ايه وحيبع عندنا هل موضوع الplanning ده عشان برضو ده او اللي احنا مفروض ان احنا نعرفه من يعني احنا متفرج على الافلام بتاع مش عارف ايه ان الplanning ده بياخد ال desire out هل ده صح yes and no so مثلا الplanning ده حيجة من الحاجات اللي دايما بقولها لل couples ان هما بيطروا to plan their intimate time بقول لهم ما تحطوش sex as a goal يعني this is time for us to connect connect بقى and chat كل يعني ممكن مثلا حتى يقدوا يوم جمعة ده كله just talking just hugging ممكن مثلا هما يعملوا البعض مثلا مساج ممكن اي حاجة بس ما يكون وش حطين goal في الاخر of actually experiencing intercourse فهمني maybe they just make out بس الحاجة هي انه foreplay starts once your last sexual experience has happened فهمني ومش لازم انه كل الforeplay ده يحصل في one day you know it can happen over two weeks that's okay بس بحس انه creating time for the couple مع بعض عمتا is healthy for their sex life as a whole مع بعض الوحدهم بالزبط يعني بدلا ما يكون اللي هو احنا كل يوم جمعة بنبعت الهيال كذا بنعمل كذا بنتفرج على فيلم كذا وبعد كده بالليل بيحصل كذا السلام عليكم وشكرا وتمام لانه برضو ممكن بالنسبة الكابل يكون الفرجة الزيادة على التلفزيون والحاجات اللي هي بتخلي الانسان alert جدا شغل على الكمبيوتر طول الوقت بالليل مش عارق اكيد الانتميسي ممكن تحصل الصبح أو بالليل بس عادة تتبع الصبح النسبة بتشتغل أو هل ده ممكن يقلل الدزاير لا اعتقد انه اعتقد انه كل واحد بيشتغل بشكل مختلف العيزة highlight و اتش ناس كتير اوي بتسألني عليها لما بيكلموني على موضوع الدزاير اول حاجة you look at yes is the turn off تاني حاجة are you enjoying the sex you're having because كتير اوي مثلا بلقي clients بجيلي أو حتى أصحابي they reach out to me and then they go like I have a problem I don't really I don't really feel like I want to be intimate with my partner فبعدين I ask is the sex good is it good are you enjoying it no I've never enjoyed it this doesn't make sense I know he's a a but he's not if you're not enjoying the sex you're having why do you want to crave it more this is I don't have a other this is the stereotype that we have in the community is that in a big the relationship between the two between the two is more than it is to satisfy the first and the last and the last and the last and the last و هذا يؤدي لمشاكل كثير فممكن أن يكون هناك علاقة فيها لستة فعلاً مش سعيدة بالعلاقة بتاعتها لكن تقعد في هذا السيكل ده ممكن مش بس شهور ممكن سنين مش عشان أي حاجة أكتر وممكن الراجل نفسه يكون مش راجل مثلاً وحش أو حاجة زي كده هو يتعامل بشكل معين وهي مش بتتكلم طول أي حاجة لأنها متخلدة أنه هو الموضوع أصلاً كده أن المجتمع كله ماشي كده وهروح أتكلم واشتكل مين لأن يعني لو روحت مثلاً لأهلي ممكن يقول لي لأ أنت برضو المفروض كذا وعيب أن أنت تقول لي كده وممكن صحابها يكونوا بيعدوا في نفس المحنة ده حقيقة بتاعتني نعمة المتعة للست نورميلايزد قوي أنه دي مش حاجة مهمة ومش حاجة مفروض أنه واحد يينفست فيها فاهمني بس هقولك حاجة برضو يا عمر لأن أنا الأول يمكن قبل ما أقاب الكوبلز في العالم العربي وأتكلم معاهم وكده كنت حاسة أنه متعد الست دي مضغوط عليها ومحدش مهتم وي 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 بس قدشي لا بالعكس يعني الكوبلز أنيويز اللي هما بيجوا يشتغلوا معايا خلينا نبتدي بدأ أنه ده شريحة معينة يعني إيه نيش ماركت الناس دي بيكون بوث partners equally invested في الدزائر للتنين وفي المتعة للتنين وأن الاتنين يكونوا very satisfied the problem is however أنه أصلا أصلا إحنا تعلمنا كستات إن إحنا هنتجوز وهنلبس فستان أبيض وبعدين suddenly we're gonna be allowed to experience intercourse and it's gonna be amazing and this isn't true ولما ده ما بيحصلش البنت بتتخد بتحس إنه في حاجة غلط فيها هي وبتقول آه سأنا عندي مشكلة بالdesire بس قدشي لا you have a problem إنه you need to work with your partner for a while to get really good quality sexual experiences مع بعض وحاجة من الحاجات اللي ممكن تساعد الاتنين قوي قوي في ده إنه هما يبصوا على الساكس لانجوز بتعبتهم في أحاول بس حاجة إنه بتحيالي المجموعة للناس اللي بتتوصل معاكي وبتشتغل معاكي دي أراضي سياري self-selecting group يعني دي أراضي ناس واعية جدا إلى حد كبير يعني وعندهم يقدروا إنهما يكسروا حاجز الشيم يعني آه إنهما يعني ياخدوا advice و support من حد في حاجة زي كده لكن أنا أقول الأغلبية العظمة بالنسبة لهم يعني الوعي ده مش موجود للأسف ساعات بيكون الوعي مش موجود ساعات بيكون المنتل سبيس مش موجودة ساعات بيكون الإمكانيات مش موجودة فهمني تلاقي رد فعل الجيل اللي أكبر منك اللي هو مثلا جيل أهلينة عن النوع ده من الشغل أو يعني هل في حد جالك مثلا في سن أهلي أو كلام من ده عندهم تحديات معينة في علاقتهم وقولك مثلا ومفتوحين وقابلين أنهما يسمعوا كلام منك 50s yes يعني I can say definitely بالعكس آتشي دلوتي لما بيت لما مثلا أروح مثلا ببيت ولا يمومي قاعدة مع كل أصحابها وبتاع تعالي بقى حكي لنا على الصماتيك سيكسولوجي بتاعك ده where they're super interested and they're very shocked by things that I say to them فيه hunger for information about pleasure برضو وخلي بالك عمر أنه دا عمتا مش موجود في العالم كله يعني يمكن السكشول أدوكيشن موجود أكتر شوية والريسورس بتاع السكشول أدوكيشن لكن pleasure education برضو super limited حتى في الغرب مبالي بقى في العالم العربي برضو somatic سكسولوجي عبارة عن إيه somatic سكسولوجي is a study that addresses and sees the body as a whole يعني psychophysical مش إنه المخ الوحده وإنه الجسد لوحده it works through the body through exercises فالكلام بيبقى قليل قوي قوي في السيشن بيكون عادة exercises الشخص هو اللي بيعملها it really takes into account consciousness بتاع الشخص in the body and it looks at the body as a complete whole entity like mind and physical في نفس الوقت ويمكن عشان كده كمان somatic سكسولوجي بتعرف تحل حاجات that other types of therapy مبتعرفش تحلها لوحدها يعني زي مثلا vaginismus اللي هو التشنق اللا إرادي للمهبل لما بيكون في ناس that are not able to experience penetration this is something that somatic sexology works on pain كمان لو أي حد عنده وجع when it comes to experiencing sex somatic sexology works on that as well بس basically أنا بحس إنه it's a very appropriate study لأنه sex is a physical act مش الناس بتقعد تتكلم مع بعض أوكي ممكن يتكلموا هنا وهناك يعني بس it's a physical act with a conscious mind in that physical act and that's basically برضو the same mode of therapy the somatic sexology أنا سمعت يعني أن مثلا حاجات زي vaginismus والحاجات دي يعني قامن جدا في المجتمع بتاعنا super common والأنا شايفه يعني الأخطر من كده كمان متهالي هي إن الطبيعي إن أي حد بيروح له دكتور بيشتكي من الموضوع ده النصيح أو النصيح اللي هو بيأخدها أو الشخص اللي بيقول له مثلا روح اعمل البروسيدجر الفلانية الحاجات دي كلها خطر وليه تأثير سلبي جدا على الإنسان وكلام من ده وبتبقى جان نرجع تاني لنقطة المساواة في القصة دي من ناحية المجتمعية الثقافية إن كل الادفايس اللي بيتاخد ده بيتاخد من الممطلق هو الهدف الرئيسي للمتعة عامة هي إن الراجل يقدر إنه هو يعمل إدخال وخلص مش حتى إن الراجل هو يستمتع إنه لو هو بس مجرد هو بيعمل إدخال ومفيش استمتع من ناحية تانية فهو غالبا مش هيقدر إنه هو وقاتش فيه كلاينتز بيجيلي كده فيه كلاينتز بيجيلي مثلا هما عملوا مثلا physical therapy بس أو hot on botox بس و I'm super against موضوع البوتوكس ده بليز جماعة ما تعملوش hot on botox عشان تحلوا الـ لأنه I have clients that do it مبدئيا ما بتنجحش فيه ناس تانية بتنجح والراجل بيقارف يعمل إدخال لكن بعد كده بيكون فيها مشكلة إنه الراجل بيحس إنه شريكة حياته مش عايزاه لأن الموضوع بيكون لسه برضو مؤلم جدا 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 وبيكونش فيه أي متعة لها هي خالص فلو هي مفيش أي متعة لها ليه هتكون عايزة ده تاني وتالت ورابع لا بيبتدي لو يهي دلوقتي بيبصني يا نهرى بياد جهازي بقى قدامك نصف ساعة وبعد كده واجع فهم قصدي أو عشر دقيق وبعد كده واجع طبعاً الرياكشن بيبقى مور like this and less open and inviting وده بالنسبة لأي حد يعني مختار حد بيحبه إنه هو يتجاوزه it's very hurtful and it can hurt the entire relationship فا definitely عايزة أقول إنه pain with penetration in the middle east is extremely high I work with so many clients who experience pain with penetration والحاجات دي ممكن تتحلف في 5-6 sessions It's totally fixable مليون بالمية يعني يعني طبعاً كل شخص مختلف فمش عايزة أحدد sessions معينة بس يعني it can definitely be fixed within three months أبسط من الناس بتتخيل آآ آآ لا it doesn't need years مش محتاجة سنين يعني هي أشهر بس مش محتاجة سنين وهي أعتقد إن هي في النهاية هي switch عند الشخص التاني يعني هي جزء منها يعني هي جزء psychological مربوط بالعلاقة بتاعتي أنا مع جسمي أو علاقة الستة مع جسمها أو كلام من ده ببالتالي أنا بهاية نفسي على بتاخد وقت إن أنا قدر إن أنا let go of القصة دي أنا مثلا بأسوسيت دلوقتي الفعل نفسه بحاجة فيها shame أو فيها عار حاجة فيها خوف فيها وجهة إن يا بسطها لك أكتر من كده كمان يا عمر أوكي دلوقتي لما البنت بتتولد أوكي وحتى بتبقى baby ومامتها مثلا بتغير لها pampers تمام وهي عادي بتلمس جسمها زي أي طفل يعني دي هي بقى baby لسه ما بتفكرش بقى ولا في جنس ولا مش جنس ولا حب ولا مش حب ولا أي حاجة صح؟ تيجي تحطي إيديها على الجانتلز بتاعتها على her private parts إيه ويتحطي إيدك هنا؟ إيه ويتحطي إيدك هنا؟ عارفة لو حطيت إيدك هنا ده خطر لو حطيت إيدك هنا أنا هعرف فاللي بيحصل إن هي من قبل ما حتى توعى عن حاجة اسمها حب من قبل ما توعى عن أي حاجة اسمها يعني babies أو جنس أو أي حاجة أو علاقة جنسية automatically بتعرف إن الحتة دي في جسمها خطر وبعدين fast forward عشرين سنة أو حاجة وعشرين سنة بتتجوز بتمدي وتلبس فستان أبيض وحد يقول لها النهاردة for the first time in your life مش بس someone else is going to touch this part but explore all of it بس هي علمت جسمها لمدة سنين إحنا ما بتمسكش حتة دي الحتة دي خطر الحتة دي لو تمسكت ممكن يحصل لي حاجة وبتفهم على مدار السنين الحاجة دي اللي هي hymen which is basically bullshit يعني فبيكون فيه layers and layers and layers of fear زي ما يكون الصوفتوير بتاع اسمها حفظ إنه دي حاجة خطر أوي 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 صوماتيك سكسولوجي بيعمل إيه؟ بيعمل إعادة تأهيل للصوفتوير ده بيعملوا update بيعلموا that now it's okay now it's safe you're married to kaza you're allowed to experience pleasure in your body وده في حد ذاته بيزات الستات إنه جسمهم بيتغير وبيزات الجانتال area بتاعتهم بتكون بالنسبة لهم حياة جديدة ودايما بيقولوا إلي هو منت إزاي وتعبان وجسمه برده لسه بيهيل وبيلم وكل حاجة يعني it's actually really healthy for you to accept أنه yes I will have a period كده what you watch out for is not getting stuck in that period بس إنه يكون في شوية space وبرده it's kind of sad إنهما لما بيكلموني في الموضوع ده بيوص عليها اللي هو أنا عايزة حافظ على جوزي فلازم أعمل ده بس قادشي لأ أو أنتو اللي اتنين new parents ف it's okay to have that لفترة معينة بس هي دي الحتة إنه هي تكون فترة وتعدي لأن ساعات بتبقى فترة وما بتعديش بس لو هي فترة وما عديتش then you need the help of a sexologist عايزة أتكلم على the quality of sex لأن دي حاجة من أهم الحاجات اللي بتخلي الناس إن هي يكون عندها رغبة إن هي بتخلي الناس إن هي ما يكونش عندها مشاكل so much في موضوع مثلا الانيشييشن حاجة بالحاجات اللي مفيدة جدا 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 في الموضوع ده واللي عملته واحدة أمريكية اسمها جايا وقاتشي فيه دوكومنتري على نتفلكس بشغل بتاحها is sex languages واتهلس a lot اتهلس الشخص إنه هو يفهم اوكي هي دي تطرق اللي أنا بحب إن حد مثلا يينيشييت sex with me بيها هي دي تطرق types of touch that I enjoy these are the types of touch I don't enjoy these are the ingredients that make sex really enjoyable for me معظم الوقت بيكون الكوپلز عندهم two different sex languages فإتس really helpful to find out what they are علشان ممكن ان هي بجد تتكسبان البلاجر للاتنين أكتر بكتير ممكن تديهم road map ان هما يكونوا فاهمين هي دي الطريقة هي دي الحاجات واتشي كمان road map for what to avoid for what's really hard for them for what they really don't like والحاجة الحلوة هي انه كمان part of studying that I'm studying معاهم دلوقتي بس part of study دي بتساعد الناس مش بس ان هي تعرف ايه اللانجوش بتاحها البرسنتجز المختلفة في كل اللانجوش وكمان ازاي كل شخص عنده لغة معينة يقدر ان هو to play مع الشخص التاني باللغة المختلفة دي how both languages can come together and play فا working on enhancing the quality of your sexual experiences can really really help يعني with you wanting them again because they're actually great now و لو هي if your sexual experiences aren't great why do you expect yourself to want them again they suck صح ف it doesn't help اوي وساعات ما بيكونش فيه tools بس this is one of the things اللي موجودة اللي فيها tools and i really recommend for people to go ahead google it ممكن عادي جدا اي type بتوفق مع اي type تاني معظم الاشخاص بيكون عندهم type او اتنين يعني لغة او اتنين بتكون dominant ساعات could happen people are different ساعات you might find one person who has one certain type that's very very dominant في الحالة دي maybe this is the only way that that person likes to experience um a sexual experience مع حدتاني فهمني او مسلا لو for example حد عنده فتش معينة and this is the only way that that person can um arrive to orgasm او يوصل للنشوة بالطريقة المعينة اوي دي هل هي مشكلة لا مش مشكلة لو انت مع حد that enjoys that كده كده one of the things that a somatic sexologist will do is expand your languages anyways because it's it's good for you it's good for you to expand your languages كده كده حتى if you know which one is your dominant one بس there are rare cases لما بيكون حد عنده language معينة اوي and this is the only one ففي الحالة دي لا they have to be with someone who's suitable for them حاجة though that I encourage couples to do اوي ان هما قبل ما ما يتجوزوا بالذات بالذات لان احنا طبعا الجواز عندنا بيبقى حوار بقى وشاقة وفرش وفلوس وفرح وشبكة ومش عارف ايه وبتاع فالواحد ممكن بيتجوز وبيعمل بقى الحوار الكبير اوي اوي ده وبعد كده يلاقي انه هو مش متوافق مع البرتنر بتاعه sexually speaking بس في الحالة دي بقى خلاص بقى الموضوع ده بيبقى بيتحطى على جنب اللي هو معلش بقى بختك بيتحطى على جنب لانه بيكون حط production كبيرة جدا جدا وفرط كبير جدا جدا في الجوازة دي فطبعا مش هارمي بقى كل حاجات دي في الزبالة undoing it is really hard فالنبر الشح هو انه whatever you know or whatever excites you بالزات لو عارفين انه sex and sexuality عمتا is a very high point in your relationship or for you as an individual communicate this with your partner قبلها لانه بيبقى صعب قوي لما مثلا I receive مثلا clients and it's a couple وحد عنده temperament عالي جدا وحد عنده temperament واطي جدا عمر محد من الاثنين هيكون مية بالمية مبسوط لازم هيكون فيه compromise on both sides بيكون قبل الجواز فيه زي حاجات واضحة زي الشمس بحب اقولها كده لانه من خبرتي في الكابل زي انا اشتغلت معاهم مش مثلا بيتجوزوا وانان صدن ايه ده ده انا طلعت انا very sexual person لا بيكونوا عارفين لان بتفكر في الموضوع بيكون شغلك قبلها فهمني فا اي انا this is an uncomfortable conversation بس at the end of the day it's an important one to have فعادة اللي بيحصل هو ان الواحد بيلاقي بختو مش اللي هو كان عايزه وبعد كده it reserves to cheating infidelity and affairs and 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 خلاص انا مش لاقي اللي انا عايزه هنا فهروح ادوار عليه في حتة تانية فا I think that this is very very important ان الشخص يقول للتاني where is it عندك او العكس this is very important for me where is it عندك انت بس في الاخر ده ممكن يدمر علاقة تماما يعني والحاجات دي طبعا لازم تتغير لازم تحسن مش عاوز اقول ان انا متفائل اوي بحكم ان في حاجات الثقافة بتاعتنا بتشوفها مهمة جدا ومش هتقبت ابو ان الناس تتكلم فيها بس الناس ما بتتكلمش فيها برضو يعني ما فيش اتنين بيتكلموا مثلا طب انت عاوز تكام عيل مثلا وانا مش عاوز حالس ولا ايه الحاجات دي او امتى حتى بعد قد ايه امتى بعد قد ايه الحاجات دي المفروض ان هي expectation واضح جدا وصريح في علاقة ما بين اتنين لو مش عند الكابل فو عند اهليهم فكلام من ده ودي حاجة الناس ما بتتكلمش فيها وامثلة تانية كتير طبعا الانتميسي يعني حاجة تابوه حواليها يعني مخاوف كتير فصعبة شوية اكتر في الوعي المجتمعي سايكل لازم تتكسر فهو الاهل مش عارفين بس الاهل عندهم التولز ان هما يقدروا يقروا كتاب يسمعوا بودكاست يسمعوا انترويوز على سوشيال ميديا يحجزوا ساشن الناس بتحس اللي هو انا نقع هتجوز النهارده كانت بكتابين النهارده فرحي النهارده يبقى لازم النهارده هي دي تبقى الليلة بتاع تليلة فقى اللي هو لازم يحصل ادخال النهارده تيكتبين 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 يعني تيكتبين لا يحتاج انتظروا العواج في الهاتف المنزل اهم حاجة انه عندما تتظروا العواج لا يسعروا اخذها تيكتبين تيكتبين صعب قوي ان انا يكون اول مرة ابات مع حد في نفس السرير واول مرة يشوفني عريانة واول مرة يلمس كل حتة في جسمي وكمان يحصل نفس اليوم this actually creates a shutdown للنервيس system and this is why pain happens فهمني الراجل مثلا ما عندوش نفس المخاوف او الحدود اللي محطوطة مثلا هو صغير بس المشكلة بتتواجد في حاجات تانية انه بيبقى من خلال يعني المجتمع اللي حاوليه من خلال طريق التربية بيبقى عنده الاحساس انه عنده مساحة او فيه سلوك معين انه ممكن انه يعمله انه اوكي يعني يما انه هكون شايف ان في الاريا دي ان الست موجود انه هتلبي رغباتي في الموضوع ده يعني والفوكس علي انا بس يما هكون مش فاهم يعني ايه مثلا انه انا عاوز اعمل حاجة فانا لازم يكون فيه من ناحية تانية او ان انا مثلا لازم اكومينيكيت كويس جدا عشان اعرف الشخص اللي قدامي مبسوط ولا مدهي من حاجة معينة عندنا عندنا راجل مثلا من ناحية بيتمادة في حاجات معينة وفي حاجات كتير قوي ما عندوش فيها وعي وست مقفولة من حاجات كتير جدا وبرده ما عندهاش وعي في الحتة دي فاحنا نتكلم على توليفة يعني صعبة جدا عشان كده بنشوف كتير جدا مشاكل كتيرة قوي وعلاقات كتيرة جدا ممكن مش بتنتهي بس ممكن بتكون علاقات مش نجحة خالص وفيها المشاكل دي والمشاكل دي مش محلولة وكمان بتشوف ان الخيانة بسيزن في العلاقات يعني يمكن ده محدش بيتكلم عنه هنتكلم عليه أنا وانت في آخر حلقة لنا في البودكاست في السيزن بتاع البودكاست ده بس الخيانة is something that is very وعادة ما بتكونش مثلا عشان هي ما بتتبخش كويس مهم قصدي عادة بتكون for sexual reasons I started empathizing with men لأنه برضو this culture puts a very high expectation بيكونوا خايفين انه يكون في اي حاجة غلط كلمة ما بيعرفش فاهم قصدي بالنسبة لهم حاجة و still في ناس بيجيلها performance anxiety I've heard of very young people using Viagra too young to start using Viagra يعني حتى if there's a message that I want to share لو اي حد حاسس انه عنده erection difficulty during a sexual experience don't use Viagra unless unless يعني you're waking up in the morning وما فيش erection خالص ever دي اكتر على ما بتقول if you're having erections in the morning it means you're medically fine and that this is a psychological issue and that there is something there are other factors in life that are challenging for you you don't need medication i wouldn't say you need medication in general because if you are one of the people who's not experiencing the morning erection frequently using something like that is maybe i don't know i wouldn't even it's step whatever but look at your mental health at this point look at what you're eating look at how much rest you're getting are you in a good place emotional pressure stress stress is a very big one actually people can like males can lose their erection because they feel like the person in front of them is really scared or the person in front of them is really stressed in the sexual experience these types of supplements or medication first of all this would likely increase stress because it increases blood pressure but also it creates a certain level of expectation on your part and the partner's part that is not necessarily something that's not a bar that someone can hold up themselves to all the time it creates self talk and anxiety and I would say I'm not an expert but I would say that this would be the very last thing تشتغلي بعمل كابولز وكلام من ده أكيد بيسألوكي مثلا وكام مرة في الأسبوع كام مرة في المهل في مثلا يعني زي نعرف ان احنا ده يعني احنا في حتة كويسة ولا المفروض أكتر يعني بهالي ده مليون دولار question مفيش حاجة اسمها healthy frequency healthy frequency is whatever is satisfying for you and your partner this is what's healthy لو لحد مرة كل سنتين is satisfying for them and their partner الطرفين then this is what's healthy ممكن لقابل تاني يكون حاجة تانية ممكن تكون مرتين في اليوم فهم قصدي هو it depends على both people both people the temperament بتاحهم عمل إزاي and what satisfies both people in the couple so there is no magic number وسعاد بي بقى quality بردو فهمني yeah yeah depends depends on the couple thank you guys for listening to this topic about sex and sexuality و intimacy إلى حدا ما معينا النهاردة thank you for listening بعتوا لي أسئلة في الكومنت I'd be more than happy to answer them one way or another or maybe we do another season and shawoof and don't forget to like subscribe and share this podcast with people that you think can benefit from it also comment if you want you want to say something yeah you